حدث ديمقراطي حاز على إشادة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بكافة الجهود التي بدلها المسؤولون بأجهزة الدولة المختلفة ومشاركتهم الفعالة في العداد والترتيب لانتخابات المجلس البلدي 2018 التي تسمت بالدقة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين وذلك لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل يسر وسهولة وتزامنا مع انطلاق انتخابات المجلس البلدي 2018 يوم أمس تأصدرت هاشتاغات عدة قيمة الترند على موقع تويتر كان أبرزها الصوتي لبلدي وبلدي 2018 المغاردون تفاعلوا مع الحدث متداولين برقيات التهاني المرسلة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله إلى جميع الفائزين في الانتخابات متمنين لهم كل توفيق لخدمة الوطن العزيز إضافة لتداولهم مقتطفات من الاستعدادات القائمة التي واكبتها أجهزة الدولة المختلفة متمثلة بالتغطية المهنية التي نظمتها وزارة الإعلام في كافة قطاعاتها لمواكبة الحدث المغاردون تداولوا أيضا صورا تظهر توافد الناخبين والناخبات الكويتين أمس إلى صاندق الاغتراع لانتخاب العشرة أعضاء للمجلس البلدي إضافة لمقطع فيديو أحتوات على الإعلان عن أسماء المراشحين الفائزين ونتائجهم الرسمية في الدوائر الانتخابية العشرة